أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن جدول امتحانات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تقدموا بأوراقهم لوزارة الهجرة في الفترة من الرابع عشر حتى الرابع والعشرين من مارس الجاري لأداء اختباراتهم وذكر بيان للوزارة أن ذلك يأتي تنفيذ لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية ولإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليا وكشفت وزارة الهجرة أن إجمالية من تقدموا لوزارتي الهجرة والتعليم العالي بأوراقهم للتسجيل في الجامعات الخاصة والأهلية ووصل إلى 1270 طالبا وطالبة ترجمة نانسي قنقر